بدأنا بتنفيذ البرنامج الحكومي بدأنا أول إجراءات بمراجعة جميع العقود الشراكة المبرمة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص عدنا 177 عقد أغلبها عقود متلكية والبعض من عدها متوقفة بشكل تام درسناها بشكل تفصيلي ودعمنا العقود الناجحة وحاولنا أن نحفز العقود المتلكية واللي نجد صعوبة في استمرارها وجهنا شركات بالسير بإجراءات فسخ العقود بالإضافة إلى العقود المتوقفة إضافة إلى ذلك هناك مشاريع مهمة في الوزارة منها مشروع الحديد والصلم اللي إن شاء الله يكمل نهاية هذه السنة في الشركة العامة للحديد والصلم ومشروع آخر أيضا للحديد والصلم في الشركة العامة للصناعات الفولاذية وركزنا عملنا بالوزارة على الصناعات الستراتيجية وترك الصناعات التفصيلية القطعة الخاص حتى نقطر هذه الرؤية وحتى نطرحها بشكل صحيح أقمنا مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيميائيات والأسمدة وأخذ هذا بصراح هذا المؤتمر صدى كبير على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاعلامي ووردتنا طلبات كثيرة من شركات مرموقة وذات ملاءة مالية عالية لإنشاء مصانع الفوزفات والكبريت والأسمدة الأسمدة اليورية أقصد يعني بشكل خاص ومعامل السمنت وردنا بحدود 12 طلب لمعامل السمنت اشتركوا في القناة